مرة تانية برحب بكل أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية في حلقة جديدة من حلقات الرياضيات تحت عاية وإشراها في وزارة التربية والتعليم درسينا النهاردة درس هندسة فضل لنا درسين الدرس ده والدرس الجاية إن شاء الله العلاقة بين مماسات الدائرة قبل ما ياخد العلاقة بين المماسات تعالوا نفتكري يعني إيه مماس المماس زي ما خدنا في الأول هو المستقيم الذي يقطع الدائرة في نقطة واحدة سواء الدائرة أو سطح الدائرة بيقطعها في نقطة واحدة يعني بيلمس عشان كده اسمه مماس بيلمس الدائرة في نقطة واحدة طيب إيه العلاقة ما بين مماسات الدائرة خدنا قبل كده في الدروس الأولانية من الهندسة علاقة ما بين ممسات الدائرة كان أول حاجة خدناها قلنا الممسان المرسومان من نهايتي قطر في دائرة يكونان متوازيين زي الشكل اللي قدامنا كده أنا عندي مستقيمين المستقيم لام والمستقيم كاف الاثنين بيلمسوا الدائرة في نقطة فهم الاثنين ممسين الممسين دول مرسومين من نهاية القطر اللي هو بيمر بمركز الدائرة فهنلاقي ان الممسين دول متوازيين طيب الحاجة التانية بنقول الممسان لدائرة المرسومان من نهايتي وطر فيها يكونان متقاطعين مش قطر بقى المراضي لا دا وطر الدائرة اللي قدامي دي فيها مركز الدائرة طبعا اهو بعيد عن الوطر زي ما انت شايفين فالوطر بسميه وطر التماس لاننا عندي المستقيم لام ممسل الدائرة وعندي المستقيم كاف ممسل الدائرة الاتنين مرسومين من نهاية الوطر عشان كده الاتنين تقطعوا خارج الدائرة في نقطة جيم فبسمي القطعة المستقيمة من جيم لحد نقطة التماس اللي هي نهاية الوطر بسميها قطعة ممسة والمستقيم او القطعة المستقيمة التانية من جيم لحد نهاية الوطر التاني بسميها قطعة ممسة يبقى أنا عندي مستقيمين ممسين حاملين كل واحد منهم حامل لقطعة ممسة والاتنين بيمروا بنهاية الوطر اللي موجود في الدايرة يبقى أنا عندي حاجتين دلوقتي الممسين لو مرسومين من نهاية القطر هيبقوا متوازين طيب لو مرسومين من نهاية وطر هيبقوا متقاطعين خارج الدايرة طيب نكمل بنظرية أربعة نظرية أربعة بتقول القطعتين الممساتين المرسومتين من نقطة خارج الدائرة متساويتان في الطول نفس الشكل اللي احنا اخدناه من شوية بس بقول ان القطعتين الممساتين دول بيكونوا متساويتين في الطول زي الشكل اللي قدامي ده أنا عندي قطعة ممسة اللي هي ألف به وقطعة ممسة اللي هي ألف جيم القطعتين دول مرسومين من نقطة واحدة اللي هي نقطة ألف هيكون القطعة المستقيمة ألف به طولها بيساوي طول القطعة المستقيمة ألف جيم طب هنسبت الكلام ده إزاي؟ ده طبعا إثبات النظرية النظرية معطياتها بتقول إن ألف نقطة خارج الدايرة وألف به وألف جيم قطعتين ممستتين عند به وجيم المطلوب إنه نسبت إن ألف به بيساوي ألف جيم عشان أسبت الكلام ده هنعمل حاجة اسمها عمل يعني هنزود حاجة على الرسمة هنرسم ميم به وميم جيم اللي هو نص القطر اللي هو من ميم لبيه ونصف القطر التاني اللي هو من ميم لجيم هنوصل كمان ميم ألف اللي هي من مركز الدايرة لحد النقطة اللي خارج الدايرة طب هنسبت الكلام ده إزاي؟ هنسبته عن طريق إثبات تطابق المثلسين ألف ميم به وألف ميم جيم طيب أول حاجة ألف به مماس يبقى ميم به اللي هو القطع المستقيمة ميم به عمودية على ألف به من عنده نقطة التماس اللي هي به يبقى قياس زوية ألف ميم به ألف به ميم بتسوي 90 درجة نفس الكلام النحية التانية ميم جيم هتبقى عمودية على المماس ألف جيم لأن ألف جيم قطعة مماسة للدايرة عند جيم يبقى قياس زوية ألف جيم ميم بتسوي 90 درجة طيب المثلسين اللي قدامي بقى فيهم إيه؟ كل واحد فيهم في زوية قايمة اللي هي زوية به بتسوي زوية جيم وعندي ميم به وميم جيم أطوال أنصاف أقطار متسويين في الطول وعندي كمان ألف ميم ضلع مشترك ما بين المثلسين إذن المثلس ألف ميم به يطابق المثلس ألف ميم جيم ومن التطابق هنستنتج أن ألف به بيسوي ألف جيم وبكده أكون قدرت أثبت نظرية أربعة اللي هي بتقول أن القطعتان الممستان المرسومتان من نقطة خارج دائرة متساويتان في الطول طيب بعدما أثبتنا النظرية تعالوا كده ناخد نتيجة واحد على نظرية أربعة نتيجة واحد بتقول أن المستقيم المار بمركز الدائرة ونقطة تقاطع مماثين لها يكون محورا لوطر التماس لهذين المماثين إزاي الكلام ده؟ تعالوا ناخد الرسمة بتاعتنا عندي ألف به قطعة مماثة وألف جيم قطعة مماثة طيب المستقيم اللي هو بيمر بمركز الدائرة ونقطة تقاطع المماثين اللي هي ألف يعني المستقيم ألف ميم بيكون محور لوطر التماس فين وطر التماس هنا يا أولاد؟ الوطر الواصل ما بين به وجيم اللي هو الوطر به جيم محور يعني إيه يا أولاد؟ محور تماثل معناه أنه عمودي على القطعة المستقيمة به جيم من منتصفها يعني المستقيم ألف ميم ده ألف ميم ألف دال جيم وألف دال به برضو المسلسين دول متطابقين وكمان هنسبت منها أن ألف دال عمودي على به جيم وأن به دال بتساوي دال جيم يبقى المستقيم اللي بيمر بمركز الديرة ونقطة تقاطع الممسين بيبقى محور أو محور تماثل لوطر التماس اللي هو به جيم نتيجة اتنين بتقول أن المستقيم المار بمركز الديرة ونقطة تقاطع ممسين لها هو نفس المستقيم اللي كنا بنتكلم عليه من شوية هينصف الزاوية بين هذين الممسين كما ينصف الزاوية بين نصفين القطرين المرين بنقطة التماس تعال نشوف الكلام ده على الرسم المستقيم ألف ميم هو المستقيم المار بمركز الديرة ونقطة تقاطع الممسين معنى الكلام ده أن المستقيم ده مش بس بيكون محور تماثل لوطر التماس زي ما خدنا بنتيجة واحد لا ده كمان المستقيم ده هينصف زاوية ألف اللي هي النقطة اللي بيتقاطع عندها الممسين وينصف الزاوية بين نصفين القطرين المرين بنقطة التماس اللي هم ميم به وميم جيم معنى كده أنا سميت الزاوية طبعا عشان تبقى أسهل في النط زاوية واحدة هتساوي زاوية اتنين يعني زاوية به ميم جيم الزاوية اللي ما بين نصفين القطرين مقسومة نصين يبقى المستقيم ده بينصف هذه الزاوية نفس المستقيم ميم ألف بينصف الزاوية ما بين الممسين اللي هي زاوية ثلاثة وزاوية أربعة هيكونوا متساويين يعني نصف زاوية ألف كاملة زي ما احنا بنقول اهو في الشكل المقابل إن ألف به وألف جيم قد تعتم ممسة تاني بألف ميم المستقيم بينصف زاويتين به ميم جيم وبه ألف جيم طيب بعد ما خدنا النظرية وخدنا النتائج اللي عليها تعالوا نشوف عندنا شوية ملاحظات اتكلمنا من شوية عن المستقيم المار بمركز الدائرة ونقطة تقاطع الممسين عمل أكتر من حاجة في نتيجة واحد كان محور تماثل لوطر التماس في نتيجة اثنين نصف الزاوية ما بين صفاء القطرين المرين بنقطة التماس ونصف الزاوية ما بين الممسين يعني المستقيم ده عمل أكتر من حاجة تعالوا نشوفهم مع بعض ونلخصهم ادي الشكل اللي قدامنا مرسوم فيه قطعتين ممستين ألف به وألف جيم وكمان مرسوم وطر التماس به جيم ومرسوم عندي نصفاء القطرين ميم به وميم جيم ألف ميم بقى هتعمل ايه هنا ألف ميم أولا هتبقى عمودية على الوطر به جيم وينصفه بعمود وينصفه كمان القطعتين الممستين متساويتان في الطول زي ما قالت النظرية كمان المستقيم ألف ميم بينصف زاوية ألف وينصف زاوية به ميم جيم يعني عندك الشكل ده اللي هم النجمتين دول دول معناها أن الزاوية دي بتسوي الزاوية دي ومعناها أن الاكس دي بتسوي الاكس دي الزاوية دي بتسوي الزاوية دي يبقى المستقيم اللي مر بنقطة التماس بنقطة تقاطع الممستين وبمركز الدايرة عمل عندي كم حاجة أولا نخلى ألف بي بتسوي ألف جيم القطعتين الممستين متساوين أدي حاجة ألف ميم عمودي على الوطر به جيم ألف ميم ينصف الوطر به جيم ألف ميم ينصف زاوية ألف وينصف زاوية ميم شوف عندي كم حاجة يبقى أنت بمجرد أنك تشوف ممسين مرسومين من نقطة واحدة خارج دايرة على طول بقلمك الرصاص أو القلم اللي انت بتحلي به تقوم معلم على كل المعطيات اللي انت هتستنتجها من الكلام دا انت عندك معطى ممسين مرسومين من نقطة واحدة بقلمك الرصاص كده روح معلم لقطعتين الممستين متساوين الزاوية ما بين الممسين منصفة يعني اتقسمت للزاويتين متساويتين الزاوية اللي عندي مركز الدايرة برضو ما بين نصفها و القطرين متساويتين زاويتين متساويتين هيكون عمودي على القطع المستقيمة بالجيم اللي هي وطر التماس وهيكون بين الصفر ايه دي كل الحاجات اللي احنا نقدر نستنتجها لو اداني قطعتان ممستين مرسمين من نقطة واحدة دي كل الحاجات اللي اقدر استنتجها طيب تعالوا ناخد مثال على الكلام ده بيقول لي في الشكل المقابل اللي قدامنا ده ألف به وألف جيم ممستين للدائرة ألف به ممس للدائرة وألف جيم ممس للدائرة زي ما قلت لك دول قطعتين ممستين مرسمين منين من نقطة ألف بقلمك الرصاص قبل ما تكمل روح على طول علم كده على الحاجات اللي انت هتستنتج أولا ألف جيم هتبقى بتساوي ألف به القطعتين المستقيمتين دول متساويتين في الطول طيب هل في عندي وطر تماس آه بس ما فيش حاجة وصلة لي ما فيش عمودي وما فيش ينصف والكلام اللي احنا قلناه من شوي بيقول لي قياس زاوية به ميم دال 130 درجة اثبت أن جيم به ينصف زاوية ألف جيم دال جيم به اللي هو وطر التماس ينصف زاوية ألف جيم دال يعني أنا عايزة أثبت أن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي وكمان عايزين قياس زاوية ألف طيب تعالوا نشوف ايه اللي احنا نقدر نطلع منه من المعطيات بتاعتنا دي زي ما قلنا قبل كده البرهان ما تحملش همه انت هتكتب خطواتك اللي انت فكرت فيها هتطلع بالبرهان طيب تعالوا نشوف هي زاوية به ميم دال دي نوعها ايه في الدايرة اللي هي الزاوية اللي قياسها 130 درجة دي زاوية مركزية تمام في زاوية محيطية مشتركة معاها في نفس القوس به دال شايفين القوس به دال في زاوية محيطية مرسومة على نفس القوس ده اللي هي زاوية به جيم دال طيب فكر بسرعة كده ايه علاقة الزاوية المحيطية بالزاوية المركزية المشتركتين معا في نفس القوس الضبط كده كنا بنقول ان قياس الزاوية المحيطية بيساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس اذا زاوية به جيم دال بتساوي نصف 130 يعني 65 درجة تمام كده ادي معلومة طلعنا بيها من المعطيات بتاعتنا في المعطيات بيقول لي ان قطعتان ما مستتم مرسومتان من النقطة الف معنى كده ان الف به بتساوي الف جيم يعني المثلث الف به جيم متساوي الساقين يعني زاوية به اللي هي الف به جيم بتساوي زاوية الف جيم به الزاوية دي بتساوي الزاوية دي تمام طيب هي زاوية الف به جيم مش ديه زاوية بتساوي خياس زاوية جيم نقدر ازاي نسبة ان الف جيم به بتساوي به جيم داله تعال نستخدم التوازي هو من التوازي ياولاد لما بيكون عندي قطعتان او مستقيمين متوازيين وقطعهما مستقيم تالي فان مش فيه بيبع عندي زاوية متبادلة متساوية في القياس او متساوية في القياس بالتبادل وفي زاوية متساوية في القياس بالتناظر وفي زاوية بتبقى متكاملة يعني مجموع قياسيهما 180 درجة اذا كانوا زاويةين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع طب انا عندي الف به بيوازي جيم دال مين اللي وصل ما بينهم في عندي اكتر من حاجة لو خدنا به جيم وصل ما بينهم هيبقى الف به بيوازي جيم دال وبهجيم قاطع لهما يبقى انا عندي زويتين الف بهجيم وزوية بهجيم دال متساويتين بالتبادل اذا زوية الف بهجيم هي كمان 65 طب ما انا لسه قال ان به بتسوي جيم يبقى زوية الفجيم به هي كمان 65 اذا بهجيم ينصف زوية الف جيم دال ودا المطلوب الاولين طب انا عايز خياس زوية الف ادخل جوه المسلس ألف به جيم عند قياس زاوية ألف به جيم بيسوي قياس زاوية ألف جيم به كل واحدة منهم 65 درجة مجموعهم 130 إذن قياس زاوية ألف باقي ال180 اللي هي مجموع قياسات الزواية الدخلة للمسلس 180 ناقص 65 زياد 65 يعني 180 ناقص 130 هيتسوي 50 درجة والله ده التفكير المنطقي اللي احنا فكرنا به ووصلنا به لنتيجة تعال نرتب الأفكار دي عشان نطلع ببرهان أول حاجة في البرهان قالك إن زاوية به جيم دال المحيطية بيسوي نص قياس زاوية به ميم دال المركزية زي ما قلنا لأنهم مشتركين في القوس به دال يبقى زاوية به جيم دال 65 نفس الكلام جي بعد كده قالك بما إن في توازي يبقى زاوية ألف به جيم بيسوي قياس زاوية به جيم دال بالتبادل بدأ بالتوازي الأول ما فيش أي مشكلة بعد كده رحل المسلس عشان يبقى متساوية ساقين يبقى الزاويتين دول متساويتين من واحد واثنين أثبتنا إن زاوية ألف جيم به بتساوية دال جيم به اللي هو ما 65 يعني جيم به بينصف زاوية ألف جيم دال حلو قوي وبعد كده جيبنا قياس زاوية ألف من المسلس ألف به جيم اللي هي بتساوي 50 درجة يعني ما تحملش هم البرهان نهائي فكر اوصل للنتيجة اكتب خطواتك مرتبة وصلت البرهان محترم ياخد درجة كاملة إن شاء الله طيب بعد ما اخذنا نظرية أربعة والنتيجتين اللي عليها تعالى ناخد تعريف التعريف بيقول إن الدائرة الداخلة لمضلع هي الدائرة التي تمس جميع أضلعه من الداخل طبعا يا أولاد إنتوا عارفين إن الترمي التاني بتاعنا في تلتة إعدادة واخد الدائرة كلها كل ما هو متعلق بالدائرة معانا الترمي ده فخلصنا كده العلاقة ما بين ممسات الدائرة دخل في إيه؟ في الدائرة الداخلة لمضلع يعني إيه دائرة جوه مضلع عشان أقول إن الدائرة داخلة لمضلع لازم تكون الدائرة بتلمس الأضلع كلها من الداخل تعال نشوف المضلع ده ممكن يكون أي شكل رباعي خماسي سداسي ثلاثي اللي هو مسلس ما فيش مشكلة فهناخد مثال على الشكل الرباعي اللي هو ألف فيه جيم دال عندك دائرة ميم مرسومة جوه المضلع وبتلمس الضلع ألف دال في لام وبتلمس ألف به في نقطة سين وبتلمس به جيم في نقطة صاد وبتلمس دال جيم في نقطة عيد إذن الدائرة اللي مرسومة جوه المضلع ده لمست جميع أضلاعه أو تمس جميع أضلاعه من الداخل أقدر أقول على الدائرة دي إنها دائرة داخلة لهذا المضلع طب لو خدنا مسلس ألف به جيم طالما إن الدائرة اللي جوه بتمس الأضلاع ألف به في سين وبه جيم في صاد وألف جيم في عين يبقى أقدر أقول إن دائرة ميم هي دائرة داخلة لهذا المسلس تمام طب هو أنا بستخدم الكلام ده في إيه تعال نشوف الملاحظة دي بقولك مركز الدائرة الداخلة للمسلس هو نقطة تقاطع منصفات زواياه الداخل يعني إذا حبيت ترسم دائرة داخلة للمسلس هيكون مركزها فين نصف التلات زوايا زاوية ألف نصفتها بألف ميم زاوية به نصفتها ببيه ميم زاوية جيم نصفتها بجيم ميم التلات منصفات دول تقابلوا في نقطة واحدة النقطة دي هي مركز الدائرة الداخلة لهذا المسلس طيب تعالنا ناخد مفهوم بعد كده مختلف اللي هو الممسات المشتركة لدائرتين لو أنا عندي دائرتين فيه كم مماس مشترك للدائرتين دول في نفس الوقت الكلام ده هيختلف تابعا لشكل الدائرتين أو علاقتهم ببعض الدائرتين كنا خدنا أوضاعهم قبل كده يا إما متباعدتين يا إما متمستان من الخارج يا إما متقاطعتان يا إما متمستان من الداخل يا إما دائرة داخل أخرى أو متحدتين المركز على حسب الشكل اللي قدامي هقدر أحدد الممسات المشتركة للدائرتين فيه ممسات اسمها داخلية وممسات خارجية تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل وتعالوا كمان نشوفه على الجورد عشان نشاور عليه ونبقى شايفينه كلنا بشكل واضح طيب تعالوا نشوف كده أولاد الممسات المشتركة لدائرتين مع بعض وتعالوا نشوف أول حالة أول حالة بيقول لي عدد الممسات المشتركة لدائرتين متباعدتين أربع ممسات طب ده بيكون شكله إيه؟ شكله ده أنا عندي دائرتين دائرة ميم ودائرة نون الدائرتين دول متباعدتين زي ما أنت شايف ما فيش أي تقاطع ما بين الدائرتين ولا ما بين سطح الدائرتين طيب فيه هنا حاجة بقى بنقول فيه ممسات داخلية وممسات خارجية الممسات الخارجية اللي بتلمس الدائرتين من هنا زي المستقيم لم واحد أهو لمس الدائرة ميم ولمس الدائرة نون في نفس الوقت يبقى ده ممس مشترك المستقيم لم اتنين برضو لمس الدائرتين ميم ونون أهو في نفس الوقت يبقى ده ممس مشترك دول كده اسموهم ممسين خارجية فيه ممسات تانية زي المستقيم لم تلاتة لمس الدائرة ميم هنا وهو ماشي لمس الدائرة نون هنا يبقى ده ممس مشترك بس داخلي ما بينهم نفس الكلام المستقيم لم أربعة لمس الدائرتين هنا وهنا يبقى ده ممس مشترك وده ممس داخلي يبقى أنا عندي كده أربع ممسات للدائرتين دول في حالة لما بيكونوا متباعدتين الأربع ممسات اتنين خارجيين واتنين داخليين لم واحد ولم اتنين ممسات خارجية اللي هم باللون الأحمر ولم تلاتة ولم أربع ممسات داخلية اللي هم باللون الأزرق طيب تعالنا نشوف حالة تانية بيقول لي عدد الممسات المشتركة لدائرتين متماستين من الخارج تلات ممسات طب شكلهم ايه؟ شكلهم بالشكل ده الدائرتين دول لو لاحظت انهم متمستين في نقطة يعني متمستين من الخارج هلاقي ان فيه مستقيم طبعا لم واحد ولم اتنين زي ما هم اللي هم الممسين الخارجيين زي الحالة اللي قبلها بالزبط هلاقي في الحالة دي ان الممسات الداخلية واحد بس اللي هو بيمر بنقطة تماث الدائرتين اللي هو المستقيم لم تلاتة يبقى انا في الحالة دي عندي مستقيم لم واحد ولم اتنين ممسات خارجية والمستقيم تلاتة ممس داخلي يبقى انا عندي زي ما قلنا تلات ممسات دي الحالة التانية الحالة التالتة اذا كان الدائرتين بتوعي متقاطعتين اذا كانوا متقاطعتين يبقى ليهم ممسين بس اللي هم ايه اللي هم الممسات الخارجية زي ما انتم شايفين كده اللي هو المستقيم لم واحد والمستقيم لم ايه اتنين فاكرين ياولاد علاقة الدائرتين ببعض خدناهم امتى لما كنا بناخد او بنقارن ما بين خط المركزين عشان اعرف الدائرتين دول هيكونوا متبعدتين ولا متمستين من الخارج ولا متمستين من الداخل ولا متقاطعتين الكلام ده درسنا مع بعض في علاقة الدائرتين ببعض فهنا الدائرتين دول متقاطعتين في جزء تقاطع الدائرة مين بتقطع جزء من الدائرة نون والدائرة نون بتقطع جزء من الدائرة مين وبيقطع جزء من سطح بعض يعني كل دائرة بتقطع جزء من سطح الدائرة الاخرى تمام الجزء المشترك اللي هو فين اللي هو ده جزء المتقاطع ما بين الدايرتين طيب عشان كده بقول ان الدايرتين دول متقاطعتين مع بعض ليهم كم مماس ليهم المستقيم لام واحد والمستقيم لام اتنين دي مماسات ايه مشتركة طيب الحالة اللي بعد كده اذا كان الدايرتين ما لهم متمستين من الداخل قربوا شوية كمان لحد ما بقى متمستين من الداخل يعني بيلمسوا بعض في نقطة واحدة بس النقطة دي داخلية زي الدايرتين دول كده دايرة ميم ودايرة نون هلاقي ان الدايرة الصغيرة اللي هي نون داخل الدايرة ميم بس بتلمس الدايرة ميم في نقطة الدايرة نون بتلمس الدايرة ميم في نقطة يعني دي نقطة مشتركة ما بينهم فبقول ان الدايرتين دول متمستين من الداخل هلاقي ان فيه مستقيم واحد بس اللي هو المستقيم لام عشان كده ما سميتوهش للم واحد ولا لم اتنين المستقيم ده هو اللي بيلمس الدائرتين في نفس الوقت فبقول ان عدد الممسات المشتركة لدائرتين متمستين من الداخل هو مستقيم واحد فقط فاضل حالتين عندي اللي هما يكون دائرة داخل دائرة الدائرة نون داخل دائرة ميما هي بس ما بتلمسهاش فطبعا لا يمكن هنا يكون فيه ممسات مشتركة الممس اللي هيلمس الدائرة نون هيبقى قاطع للدائرة ميم والممس اللي هيلمس الدائرة ميم مش هيقطع خالص او مش هيلمس الدائرة نون فهنا عدد الممسات صفر اذا كان الدائرتين متداخلتين طب اذا كانوا متحدتين المركز ميم هي نفسها نون يعني ليهم مركز واحد بس نفس الكلام الممس اللي هيلمس الدائرة ميم اللي هي الصغيرة هيبقى قاطع للدائرة الكبيرة واللي هيلمس الدائرة الكبيرة مش هيقطع او مش هيلمس الدائرة الصغيرة فعدد الممسات المشتركة كده صفر سواء في الحالة دي او في الحالة دي فاحنا كده عندنا يا ولاد كم حالة عندنا ست حالات عنا اللخصهم تاني إذا كانت دايرتين متبعدتين ليهم كان ممس مشترك ليهم أربعة اثنين خارجي واثنين داخلي إذا كانت دايرتين متمستان من الخارج ليهم ثلاثة ممسين خارجيين وممس واحد داخلي إذا كانت دايرتين متقاطعتين يبقى ليهم ممسين مشتركين اللي هم الممسين الخارجيين إذا كانت دايرتين متمستان من الداخل فليهم ممس مشترك واحد فقط عند نقطة التمس بتاعتهم هم الاثنين آخر حالتين من الستة إذا كان دايرة داخل دايرة أو إذا كان دايرة داخل دايرة بس متحدتي المركز وكده عدد الممسات المشتركة صفر ما لهمش ممسات مشتركة تعال نكمل أمثلة بتاعتنا ونشوف نقدر نستخدم الكلام ده في إيه الشكل اللي عندي دا مسلس وعندي دايرة مرسومة داخل المسلس هذه الدائرة داخلة للمسلس إيه السبب؟ إنها بتلمس جميع أضلاع المسلس من الداخل بتلمس ألف به في سين وبتلمس بهجيم في النقطة دي وبتلمس اليساد وبتلمس دي في عين طيب المثال اللي على كده بيقول لي إن ألف بهجيم يمس الدائرة من الخارج المسلس في سين وصاد وعين يبقى دي نقطة صاد طيب بيقول لي إن ألف سين بخمسة ده وبه صاد بأربعة ده وجيم عين بتلاتة سنتي اللي هو ده إيه المطلوب؟ المطلوب إن أنا أجيب محيط المسلس ألف بهجيم طيب ركز الأول في المطلوب محيط المسلس معناه مجموع أطوال أضلاع المسلس ألف به زائد بهجيم زائد ألف جيم طيب أنا عشان أوصل للتلات أضلاع طولهم كام؟ هستخدم معلوماتي عن الدايرة إيه المعلومات اللي هستخدمها؟ إن أنت الممسين المرسومين للدايرة من نقطة واحدة خارجها بيكونوا متساوين في الطول زي مين؟ زي ألف سين وألف عين الممسين دول مرسومين منين؟ من ألف إذن ألف سين بيساوي ألف عين يبقى ألف عين خمسة سنتي طب ما أنت عندك به سين وبه صاد ممسين للدايرة مرسومين من به معنى كده أن به صاد بيساوي به سين يعني به سين أربعة سنتي عندك جيم عين ممس وجيم صاد ممس ممسين مرسومين من نقطة جيم معنى كده أن جيم صاد بتساوي جيم عين جيم عين بتلاتة يبقى جيم صاد برضو بتلاتة سنتي تعال كده نشوف أطوال أطلاع المسلس ألف سين بخمسة وسين به بأربعة يبقى ألف به كله تسعة به صاد أربعة وصاد جيم تلاتة يبقى به جيم كله سبعة جيم عين تلاتة وعين ألف خمسة يبقى ألف جيم كله طوله تمانية أقدر كده جيب محيط المسلس ألف به جيم إن أنا أجمع التسعة زائد السبعة زائد التمانية ده نفس الكلام اللي هنكتبه في البرهان بتاعنا أهو زي ما أنت شايفين ألف سين بتسوي ألف عين بتسوي خمسة به صاد بتسوي به سين بتسوي أربعة جيم عين بتسوي جيم صاد بتلاتة طبعا أنا أكتب قطعة تم مستان قطعة تم مستان وهكذا إذن في الآخر ألف به طوله تسعة به جيم طوله سبعة ألف جيم طوله تمانية يبقى المحيط تسعة زائد سبعة زائد تمانية يعني خمستاشر زائد تسعة أربعة وعشرين سنتيمتر ناخد مثال تاني بيقول لي إن ميم ونون دائرتان متماستان في دال دائرتين دول بيلمسوا بعض في دال ألف به مماس مشترك عند النقطة ألف وبه ده مماس مشترك عند ألف وعند به طيب إثبت أن رقم واحد حاجتين مطلوبين مني جيم منتصف ألف به النقطة جيم دي منتصف ألف به اللي هي القطعة الممسة وألف ده العمودي على به ده الموضوع محتاج مني شوية تركيز محتاج برضو إن أنا أستخدم معطياتي كويس عشان أوصل للمطلوب بتاعي كويس دائما أنه أنت بتحل قلمك في إيدك ما تسيبوهش ما فيش حاجة بتتحل بمجرد النظر لأ قلمك في إيدك ونت عملت خطط إيه بيساوي إيه مين بيساوي مين عشان تقدر توصل للنتيجة بتاعتك تعالوا نفكر مع بعض بشكل منطقي ده برهان بس أنا مش هكتب البرهان مرة واحدة إيه التفكير أول حاجة بيقول لي إن الدائرتين دول متمستان في دال وده الجيم مماس مشترك عند دال ده كده مماس مشترك هتلاحظ حاجة بقى من نقطة جيم في قطعة جيم ألف ممسة للدائرة مين وقطعة جيم دال ممسة للدائرة مين إذن دول ممسين مرسومين للدائرة مين من نقطة جيم معنى كده إن الممسين دول متساويين في الطول القطعتان الممستان دول يبقى هنا ألف جيم بيساوي جيم دال طيب تعالوا نغير الألم نغير اللون ونشوف من نقطة جيم ما هي جيم دال ممسة مشترك يعني جيم دال ممسة للدائرة نون برضو وعند الجيم به ممسة للدائرة نون إذن جيم به وجيم دال قطعتان ممستان للدائرة نون مرسومين من نقطة جيم إذن القطعتان دول متساوياتان في الطول يعني جيم به بتساوي جيم دال لو لاحظت إن ألف جيم بتساوي جيم دال وجيم به بتساوي جيم دال طب ما معنى كده إن ألف جيم بتساوي جيم به لأن جيم دال مشتركة ما بينهم طب ما طالما ألف جيم بتساوي جيم به معنى كده إن نقطة جيم هي منتصف مين منتصف ألف به مش ده كده المطلوب الأولاني تمام تاني حاجة عايز أثبت أن ألف دال اللي هو ده عمودي على مين؟ على بهدال اللي هو ده يعني عايز أثبت أن الزاوية دي زاوية قيمة الكلام ده أقدر أعمله إزاي؟ أثبت أن الزاوية ده عمودي على ده كنا خدنا حاجة في تانية إعدادة اسمها متوسطات المسلس لو أنا خدت المسلس ألف دال به المسلس ده في قاعدة اسمها ألف به القاعدة دي منتصفها جيم إذن دال جيم هو متوسط للمسلس والمتوسط ده بيقسم القاعدة إيه؟ نصين طب ما أنت عندك طول المتوسط ده بيسوي نص القاعدة لأن جيم دال بتسوي ألف جيم بتسوي جيم به يعني جيم دال لوحده نص ألف به إمتى كان متوسط المسلس بيسوي نص طول القاعدة اللي نازل عليها؟ إذا كان خارج من زاوية قائمة يعني لازم تكون زاوية ألف دال به دي زاوية إيه؟ قايمة وطالما دي زاوية قايمة يبقى ألف دال عمودي على بيه دال ودال مطلوب إيه؟ التاني هتلاحظوا يا أولاد إن انت محتاج تربط كل معلوماتك اللي خدتها عن الهندسة قبل كده حاجات هتستخدمها من السنة دي وحاجات هتستخدمها من السنوات السابقة طبعا البرهان نفس الكلام زي ما قلت لك جيم دال وجيم ألف قطعتما مستاني يبقى جيم دال بيسوي جيم ألف في الدايرة نون نفس الكلام يبقى جيم دال بيسوي جيم به طب ما انت عندك دي واحد واثنين جيم دال مشتركة يبقى جيم ألف بيسوي جيم به من واحد واثنين هينتج أنه جيم ألف بيسوي جيم به وده المطلوب الأولين طيب المطلوب الثاني في المثلث ألف دال به جيم منتصف ألف به وده الجيم متوسط طالما ده الجيم بيساوي نص ألف به يبقى أكيد ده الجيم خارج من زاوية قايمة يبقى ألف ده العمود على به ده وده كان المطلوب التاني ما تشغلش بالك بالبرهان طالما أنت بتفكر بطريقة صح مثال تاني بيقول الشكل المقابل ده ألف به وألف جيم ممستان للدائرة ألف جيم وألف به ممستان للدائرة تعال نمسك الألم بتاعنا ونشوف المعطيات بتاعتنا عشان هنعرف نوصل منها للمطلوب طيب به ده القطر في الدائرة به ده قطر عايز يثبت أن ألف مم بتوازي جيم ده قبل ما روح للمطلوب اللي هو عايزه تعال نفكر في معطياتنا وهنقدر نوصل منها لإيه يبقى أنت كل تركيزك في البداية على المعطيات أول حاجة ألف به وألف جيم ممستان للدائرة أهو دول معنى كده أن ألف جيم بتساوي ألف به معنى كده أن المسلس ألف جيم به ده مسلس متساوي السقين يعني عندك الزوادي بتساوي الزوادي طيب إيه ثاني هو مش ألف ميم مستقيم بيمر بالنقطة ألف اللي هي النقطة اللي مرسوم منها الممسين اللي هي نقطة تقاطع الممسين ونقطة ميم اللي هي مركز الدائرة لو أنا كملت ده يبقى مستقيم وكملته من هنا يبقى مستقيم يبقى ألف ميم ده المستقيم اللي بيمر بنقطة التماس بنقطة تقاطع الممسين وبمركز الدائرة بيعمل إيه المستقيم ده بيكون عمودي على الوطر على وطر التماس وكمان بينصفه بص بقى كم حاجة طلعنا بيها من المعطى بتاعنا جملة واحدة بتقدر تطلع منها بأكتر من حاجة قال لك أن ألف جيم بيساوي ألف جيم وألف به ممسين أو قطعتين ممستين أول حاجة يبقى ألف جيم بيتساوي ألف به تاني حاجة يبقى زاوية جيم بيتساوي زاوية به لأن ده مسلس متساوي السقيم لقيت أن ألف ميم من غير ما يقولي بقى ده بيمر بمركز الدائرة وبيمر بنقطة تقطع الممسين يبقى بيعمل حاجات كتير كنا قيلنهم مع بعض من شوية عمودي وينصف وطر التماس عمودي وينصف يعني الزاوية دي زاوية قايمة تمام؟ وإن جيم هيه بيساوي هيه به كمان كده أنا طلعت كل الحاجات اللي أقدر أعملها من ألف به وألف جيم وخطعتين ممسة تاني تعال أشوف الموعطة التاني بيقولي بيه ده القطر في الدائرة بيه ده القطر إيه اللي إحنا درسناه قبل كده أولاد عن القطر كنا بنقول في معلومة إن قطر الدائرة بيقسمها المصين وإن الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة بتبقى قائمة فيه نصف الدائرة نصف الدائرة ده بهمين أسم الدائرة هو نصين فيه زاوية محيطية مرسومة من نهايتها القطر اللي هي زاوية به هذه نهاية القطر راحت لجيم ومن دال برضو راحت لجيم يبقى زاوية به جيم دال دي زاوية محيطية مرسومة في نصف دائرة أهو القوس بتاعها نصف دائرة إذن الزاوية دي بتسوي نصف قياس القوس يعني نصف المئة وتعملين بتسوي تسعين درجة إذن زاوية جيم هي كمان زاوية قائمة طب ما أنا كنت لسه قيل من شوية أن زاوية ألف هيه جيم دي زاوية قائمة هي إيه علاقة الزاوية دي بالزاوية دي لو أنت خدت بالك كده تعالى ناخد ألم تاني وأقول لك تعالى كده لده معدى معدى حرف الزد ده أو اللي شبه حرف الزد معنى كده أن الزاويتين دول متساويتان وفي وضع تبادل الزاويتين لما بيكونوا متساويتين وفي وضع تبادل ده معناه أن ده بيوازي ده يبقى جيم دال بيوازي ألف هيه هو مش ده اللي كان مطلوب بيقول لي ألف ميم بيوازي جيم دال فين ألف ميم ألف ميم اللي هو امتداد ألف هيه وجيم دال اللي هو جيم دال تمام يبقى احنا كده أثبتنا أن المستقيمين دول متوازين وهو ده اللي كان مطلوب مننا طيب نفس الكلام هتلاقيه مكتوب في البرهان نصا زي ما احنا قلنا بالظبط مثال تاني بسرعة في الشكل المقابل ألف به جيم دال متوازي أضلاع هه به بيسوي ألف دال اثبت أن ألف به دال هه رباعي دائري بصوا كل المعلومات بقى بدأت تتربط مع بعض تعال استفيد كده أن ألف به جيم دال متوازي أضلاع ألف به جيم دال متوازي أضلاع معناها أن كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين تمام هه به بيسوي ألف دال فين هه به هذه هه به اللي هو ده بيسوي ألف دال اللي هو ده تمام طيب طالما هه به بيسوي ألف دال طالما هه به برضو يبقى بيسوي به ايه به جيم لأن ألف دال من متوازي الأضلاع بيسوي به ايه جيم يعني به هه جيم ده مسلس متساوي السقين يعني الزاوية دي بتسوي الزاوية دي تمام؟ طيب عشان أثبت أن الشكل رباعي دائري كان لازم أثبت أن زاويتين مرسومين على نفس القاعدة ويكونوا متساوتين في القياس أو ألف بيه جيم دا المتوزع أضلع به جيم بيساوي ألف دال وهيه به بيساوي ألف دال دموع طب تاعنا يبقى به جيم بيساوي هيه به حلوة أوي يبقى المثلث به جيم هيه متساوت سقين يبقى زاوية جيم بتساوي زاوية به هيه جيم اللي هي زاوية هيه زي ما قلنا دلوقتي تعال نعلم عليهم بسرعة كده أهو زاوية هيه بتساوي زاوية جيم طيب ايه تاني؟ تعال نكمل بيقول لي ألف بيه جيم دا المتوزع أضلع يعني زاوية جيم بتساوي زاوية بيه ألف دال بيه ألف دال ايه السبب؟ ان في متوازل أضلع كل زاويتين متقابلتين متساوتين في القياس يعني زاوية جيم هي نفسها زاوية ألف تمام؟ اهيه يعني الزاوية دي كمان بتساوي زاوية جيم وطالما هي بتساوي زاوية جيم يعني بتساوي زاوية به هدق به هجيم طب ما زاويتين دول مرسومين على نفس القاعدة اللي هي به دال وفي جهة واحدة منها يبقى الشكل دا رباع دائري وبكده يكون أثبتناها وكده عملنا ربط لكل المعلومات اللي احنا خدناها بدرس النهاردة تعالوا كمان بالشكل دا أولاد نكون ربطنا ممسات الدايرة والعلاقة ما بينهم بكل المعلومات اللي احنا خدناها قبل كده عن الدايرة وبمعلوماتنا السابقة كمان من السنة اللي فاتت أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ولحد ما قابلكوا في مرة تانية دمتم في أمان الله